السلام عليكم وكان الكفار في الجهلية إذا انتهوا من مناسك الحج بعض الرماء قالوا مناسك هي النسيك هي الذبيحة التي تصبح وقالوا بعض الرماء هي تشمل كل مناسك الحج فإذا انتهوا إلى جمرة إلى جمرة العقبة الكبرى الرمي الجمرة الكبرى في يوم العشر في يوم النحر وبعد أن يكون الواحد منهم الذبحة هادية ويبدأ في رمي الجمارات عندما ينتهوا من يوم الجمرة الكبرى يلسون يتذكرون ما كان يفعل الأباؤهم ويتفخرون بالأنساب والأحساب ويقول الواحد منهم أبي كان يفعل كذا وكان يسقي الحجيق وكان يطعم الحجيق وكان يعمل وكان يفعل وتفخرون على بعض من بعض ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقبل منه الحج ويجعله حجة مبرورة فقال لهم سبحانه وتعالى فإذا قضيتم من أسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر أي انتهوا عن ذكر الآباء لا تفعلوا كما كان يفعل آباءكم في الجاهلية من الكفار ولذكروا الله سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكر بل أشد ذكر كما قال الله سبحانه وتعالى كما قصق طلبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة بل أشد قصوة فكان الواحد منهم يجلس وتباهى ويفتخر على أخيه ويقول له أنا أبي أفضل من أبيك وأبي كان يفعل كذا ويفعل كذا وكانوا يجلسون ويقولون الواحد منهم يقول اللهم ارزقني إبلا اللهم ارزقني غنما اللهم ارزقني مالا كثيرا كما ارزقت أبي حتى يكون لي شأن وأضع أمه أفعل ولا يدعونها للأخير لذلك قال رب العالمي لا تذكروا الآباء وعلى رماء قالوا كذكركم آباءكم أي تذكروا الله كثيرا كما يذكر الطفل الصغير أمه يتعلق بها ويقول أمه 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 أباه 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 وكذا أو كان يفعل أو يذكروا الله كما كان يفعل آباءكم في الجاهلية يذكروا الله تعالى يذكروا آباءهم كثيرا ولا تكونوا الله تعالى فذكروا الله أنتم فاستبدلوا هذا أنتم بذكركم الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا بل أكثر مما كان يفعل آباءكم من الكفار أو الجهال بذكر الآباء والأجداد ولا تذكروا الله تعالى فمن الناس يقول ربنا آتينا في الدنيا ومالها في الآخرت من الخلاق فكان الواحد منهم يقول الله مرزقني إبلا الله مرزقني غنما الله مرزقني مالا وليس له نصيب في الأخيرة بل هو من أهل النار بل أعوذ بالله فكان الأحرى به أن يدعو للأخيرة فكيف يقول تسأل الله سبحانه وتعالى الدنيا الدنيا الفانية وأنت من أهل النار ما تساوي الدنيا بالنسبة للأخيرة فربنا آتينا في الآخرت فسألو ولم يكون الله إعتقا في الدنيا ماذا يفيدك بهذا كلما تعمي دنيا قليل هذا قال الاربي ربنا آتينا في الدنيا ولم يقول ولم يقول الابن آتينا في الدنيا وفي الآخرت حسن ولكن وقينا عذاب النار ولكن الذين خرجوا للحج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وكانوا مخلصين وكانوا فيخافون على عملهم ويخافون على حجاتهم أن تضيع فيدعونا الله سبحانه وتعالى في نهاية الحج أن يجعلوا حجا مبرونا ويتقبل الله منهم الحج لأنهم عندهم إخلاص ومنهم يقول وابنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقينا عذاب النار فالعماء قالوا الحسنة بعضهم قالوا الحسنة هي العلم والفقه في الدين والصحة بعضهم قالوا الحسنة هي المال بعضهم قالوا الحسنة هي المرأة الصالحة وقلنا أيضا أن رب العميس سبحانه وتعالى سعادة ابن آدم في أربع وشقاهه في أربع سعادة ابن آدم في المرأة الصالحة والمسكن الواسع والفسيح والجار الحسن والمركبة الصالحة وشقاهه ابن آدم في أربع المرأة السوء والمسكن الضيق والجار السوء والمركب السوء ف upgradاز بالله فدendar الله سبحانه و تعالى كاننا أعطاه اسآ السعادة في الدنيا وبعضه المائكة قال للحسنة تعوم كل ذلك وهي أشمل معنفسك معنى تعوم كل ذلك البعض المائكة قال كما استخ Five and more كما جاءنا صلاح صلاح耐 ему أعطينا عافية عافية الدنيا وعافية الأخيرة اللهم أعطينا في الدنيا حسنة في الأخيرة الحسنة فهي بقليه كما كان الحسنة في الجنة وقنا عذن النار لماذا فصل رب العامي سبحانه وتعالى النار مع أنه من المعلوم أن من Skip In The On Fall ان يدخله الله في الدنيا في الاخرة حسنة وبقله الجنة سيقيه النار فإن الوقاية من النار في حد ذاتها نعمة عظيمة جدا 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 حتى لو ان الواحد منه لايما يدخل الجنة ويكفي أن يعجيك الله سبحانه وتعالى رب العلوية فهذا فضل عظيم ote فت Kasih rich is a form of unsere واحدة. من نعم الله سبحانه وتعالى. لو وضعت في الميزان. ووضعت اعمالنا الصالحة. ورعشنا الاف السنين. في كافة اخرى لرجحت نعمة واحدة كما بياننا قبل ذلك. الرجل عبد الله في صومعة من بني اسرائيل خمسمائة عام. لم يزد بزنبا واحدا. وقال ادخله برحمتي. فقال بل ادخل بعملي. فاخذ الله سبحانه وتعالى نعمة بصر ووضعها في الميزان فرجحت. فطاشت اعماله. وقال اخذوه الى النار. فقال يا رب بل ادخل برحمتك. فازن الجنة التي سندخلها ان تقدر الله لنا ان ندخل الجنة لن تكون لن ندخلها باعمالين حتى ولا الرسول. صلى الله وسلم. بل سندخل برحمة الله سبحانه وتعالى. اذا فالوقاية من النار نعمة عظيمة. لاننا لا نستحق الجنة باعمالين. بل يكفينا النعم التي اعطاها الله لنا في الدنيا. فهذه تكفي وتفيد من نعمة الصحة والمال والولد والمسكن والمسكن. كل هذه النعم تكفي وتفيد على عبادة من رب العميس سبحانه وتعالى. فالجنة هي عاطية من رب العميس سبحانه وتعالى. فمجرد الوقاية من النار نعمة عظيمة. لذلك فصلها رب العميس سبحانه وتعالى عن الحسنة او عن الجنة. فقال واتينا في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلو ان الله سبحانه وتعالى نجانا من النار حتى ولو نبدخلنا الجنة فهذه نعمة عظيمة. النجاة من هذا العذاب الشديد. أولئك لهم نصيب من مكسب والله سير وحساب. أولئك الذين يقولون ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. لهم نصيب من مكسب وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ أعمالهم في يوم القيامة ولن تضيعه. إن الله لا يوضيه أكجر من أحسن عمال. أما الآخرون الذين يقولون ربنا يأتينا في الدنيا ولهم في الآخرة بالخلاق الذين يخرجون سمعة ورياء ويخرجون للحج للمسألة أو للتجارة وليس لوجه الله سبحانه وتعالى أو للرياء أو للتفاخر والتفاخر بالأنساب والأحساب فهؤلاء حجهم مردود عليهم وليس لهم نصيبهم في الآخرة من لذلك رب العميس سبحانه وتعالى يطمئن الصالحين ويطمئن المقرسين ويقول لهم أولئك الذين يقولون ربنا يأتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي نصيبهم أي أن نصيبهم من الأعمال محفوظ في الآخرة ولا يضيع عملهم أبدا مما كسبوا لو لكن والله سريع الحساب أي أن الله سبحانه وتعالى يطمئن الصالحين ويقول لهم لا تظنون أن الوقت طويل بل أن الوقت يجري سريعا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فلا تظنوا أن الوقت طويل بل عندما يخرج المؤمن أو حتى الكافر من القبر سيظن أنه لم يابت إلا ليلة والقرآن يفسر بعضه بعضا كما قال رب العميس سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عندما يخرج رجل من القبر سواء كان مؤمن أو كافرا سيظن أنه لم يابت إلا ليلة واحدة حتى المؤمن في يوم القيامة عندما ينتهي الحساب سيشعر أنها كما قال رسول عصر في الحديث الصحيح يمر يوم القيامة على المؤمن كأنها صلاة مكتوبة كأنه صلى عصر أو ظهر عندما ينتهي الحساب ويدخل الجنة أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقر وإن أحسن مخيلة سيرون أنهم قبل صلاة الظهر قبل زوال الشمس في يوم القيامة الذي هو بخمسين ألف سنة على الكافر وليس على المؤمن سجد نفسه في الجنة أما الكافر فسأطول عليه اليوم حتى يكون خمسين ألف سنة لذلك عندما نخرج من القبر سيظن الواحد مننا أنه لم يلبث إلا عشية أو ضحاها وعندما ينتهي الحساب سيظن الله كان يصلي صلاة مخطوبة عصر أو ظهر فالله صريح الحساب النص يحتاج إلى قلم وإلى ورقة والله يحتاج إلى عقل أصابع اللي كي يحسب ويعد كما يحسب الواحد مننا يحتاج إلى دقائق أو ساعات إلى أيام اللي كي يحسب حسابات أما رب العميس سبحانه وتعالى يستطيع أن يحاسب الناس كلهم في ثانية تن واحدة سبحانه وتعالى ولكن لهم نصيب مكاسم طمأنة من رب العميس سبحانه وتعالى للصالحين نصيبكم محفوظ لأن يضيع أبدا والله سريح الحساب الحساب سيكون سريعا وليس كما يظن الكافر يرونه بعيدا ونراه قريبا لأن الكافر يقول ليس هناك حساب يسألوا أيانا يوم القيامة كما قال في صورة القيامة لكن المؤمن يعلم أنها وشيك وأن يوم القيامة وشيك يمضي الآجل سريعا ويدخل القبر سريعا والهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر زورتم المقابر ستمكس في القبر مقدار زيارة الضيف لأهل البيت زورتم المقابر زيارة يعني إنسان في قبر كانه زائر كان يزور أخل له ثم لا يلبس أن يتركه سريعا ويخرج من بيتي فذلك قال رب العميس سبحانه فالله سريع الحساب أي أن ستمر الأجل سريعا وستمر الحياة البرزخية سريعا وستمر الحساب سريعا يوم القيامة على المؤمن كأنه صلاة مكتوبة ويجد نفسها في الجن والله سريع الحساب أو أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلات حاسبة وإلى عدادات وإلى قلم ولا إلى قلم ولا إلى ورقة وأنه سبحانه وتعالى يحاسب يحسب كل شيء في لا شيء من الزمن في لا شيء من الزمن أقول قولي هذا استغفر الله وإلى قليل لكم وتمشوش تفعيل الجرس وإلى قناة لأسلامكم كل جديد سعيدون عشر صورة وإلى قول قولي هذا استغفر الله لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر